أصحاب الجلالة والفخامة والسموه معالي السيد أحمد أبو القيس نمين العام لجامعة الدول العربية أدرات السيدات أصحاب الجلالة والفخامة والسموه معالي السيد أقدم لخادم العرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى المملكة العربية السعودية بخالص التهاني على رعاست الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعات الدول العربية على مستوى القمة وأصدني منها لها استعاطي بريد من الفعاليات للعمل الأربي المشترك كما يسعدني أن أشيد برعاست الجمهورية الجزائرية الشعبية الدموقراتية التي في دورة السابقة وأتقدم لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية المملكة العربية السعودية ومعالي السيد أحمد أبو الغيس الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص الشكر على دعوته الكريمة لنا الذي وجهها لنا للهضور لهذه القمة وأود أن أؤكد مجدداً على أمق الروابط بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وعلى المبادئ والقيم والقواسم المشتركة ونتطلع إلى زيادة هذه العلاقات إلى أسماء درجات لما فيه مصالح دولنا وتحقيق تحت وضعات الشعوب بها في السلام والأمن والإزدهار قادم العلمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وعضرات السيدات والسادة انتهز هذه الفرصة في طرق في ظرف دقيق يواجه فيه العالم العربي الإسلامي تحديات تنظر لنا بتعزيز التعاون والتضامن والتكسيف الجهود والتنسيق للشعب الفلسطيني وهي قضية المركزية للعالم العربي والإسلامي تشهد استمرار غالبية الحل السياسي واضطاد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني وعرضه ومقدساته وخصوصا المسجد الأقصى المبارك مما يهدد بتعييد تعديد من الشعاء تريد هذه التدهور الأوضاع وتطلبات ذلك توهيد مواقفنا وتعزيز جهادنا على الصاحة الدولية لتوفير الهماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة هي المستقلة على الهدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف فتجد هذا القرار قرارات شرعية أداة دولية والمبادرات الدول الإسلامية الأربية قضية أخرى تسير أميق انشغالنا وقلقنا وهي العزمة في السودان الشقيق فقد دوانا في منظمة التعاون الإسلامي في منذ اليوم الأول لانجلاع الاشتباكات المسلحة إلى الوقوف العاجل والدائم لإطلاق النهر وللهوار لحل الخلافات وريعنا بمبادرة السعودية الأمريكية ورحبنا بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدل المعادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السري في مدينة جدة كما رحبنا بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الاهتزام بهماية المدنيين في سودان ونعمل أن نشكل خطاة أولى نهوة إنهاء النزاع المسلح بصورة نهائية بما يعزز أصفاب العمل والسلام والاستقرار ومن هذا المنبر المؤقر نناشد الأشقاء السودانيين مجددا للعمل الغالبية المسلحة الوطنية الولياء للسودان بما يحفظ على وحدته ومؤسساته ويهقق تماعات الشعب في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنموي والاقتصادي خادم العرامين الشريفين أصحاب الجلالة والفقامة والسمو حضرت السيدات والسادة إننا في منظمة التعاون الإسلامي حرسين على دعم كل الجهود لإزالة أسباب التوتر وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والليبيا وسوريا إن واحدة العراضي إن واحدة العراضي هذه الدول وسلامتها الحقيقة الحقيقة الحفيزة على مصالح الشعوب بها هي أولويتنا المشتركة كما ندعو إلى تعزيز التضامن مع شقائنا في الصومال والمساعدات على تجاوز الصعوبات وتطلع ونتطلع على تعزيز الأخاء والتعاون بين دول المنظمة منطقة المنظمة الأربية كافة وإذا نتطلع إلى تكسيف التنصيق بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الأولى العربية الدول العربية لحل القضايا المشتركة وإلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والإنسانية ويمكن المرة وتمكين المرأة والشباب ومكافأة الإرحاب والتطرف وتصدي لخطاب الكراهية والإسلاموفوبية وترسيق خيم التسامة والتفاهم والتعايش السلمي فإننا نتضيح أيضاً إلى تعزيز التضامن مع شقائنا في منظمة الساحل وهوض بحيرة شاد التي بينهما والعالم العربي علاقات تاريخية مع شقائنا في منظمة الساحل وهوض بحيرة شاد التي بينهما والعالم العربي علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية من أجل مساعدتهم على مواجهة التعديات العمنية والتنموية تنموية إن منظمة التعاون الإسلامي تطلع عمل العربي للمشترك ببالغ الإحتمام وإنه لمن دواعي سرورنا أن تتزامن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية برعاستهم للقمة الإسلامية الرابية عشر وإننا لواسقين بأن هذه الرعاسة ستعطي زخماً للتعاون والتنصيق والجهود من عجل معالجة القضايا المشتركة والأسهم معان في إجابة الحلول المناسبة للتهديات الدولية في إطار العمل المتعدد للأطراف وإننا نعمل أن أشكر معالي السيد حسين إبراهيم طه على كلمته